اخواني هذا هو ارس المعمور الصح هي هي الطريقة الصحيحة 100% لتجهيز ارس المعمور كيف نحافظ فيها الرسمة وما يطلع معنا مشقة وكما بنفس الوقت كيف تطلع معنا الحشفة مع بايع الدائر الدائر بقلب الارس وطرية الارس كله لازم يطلع معنا طري 100% وبهذا الفيديو لحشرح لكم اذا دي استخدم الخميرة او لا وليش نستخدم الخميرة وان تمام نستخدمها فكله حتلاقوه موجود بهذا الفيديو ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله يسعى دوقاتكم متابعين مطبخي مطبخ هكلات شامية ان شاء الله تكونوا بخير على طريق اليوم اخواني فيديو تبعنا لطريقة التجهيز معمول العيد معمول العيد بالطريقة الصحيحة 100% كيف يطلع معنا الارس المعمور بهذا الشكل كيف نحافظ على الرسمة ما يطلع معنا مشقة يطلع لونه مستوي تماما كيف ياخذ هاللون هاد كله هاد لحشرحوا بهذا الفيديو وامتن استخدم الخميرة بيجينا تير اسئلة انه المعمور بده خميرة ولا لا اهلا لحشرحوا بهذا الفيديو وكمان متل ما تركن كيف نحافظ على الرسمة كل الخطوات ان شاء الله لحشرحها بفيديو مختصر وسريع بإذن الله تعالى خلينا نروح على طريقة التجهيز بداية اخواني بدي جهز العجين العجين هون هاستخدم انا كاسة ونص طحين ونص كاسة سميد ناعم للي هو طحين الفرخة انا عمشي للي بيجي مثل الطحين تماما فيكو تستخدموا بس الطحين طبعا المقاضي كله بتقوى اسفل فيديو صندوق الوصف فهون انا استخدمت كاسة ونص طحين على نص كاسة سميد وهون لا استخدم كمان معلقة كبيرة من حليب البودرة كمان هذا اختياري باللبن اخواني مع بعضهم البعض بهذا الشكل طبعا متما تركو فينا استخدم بس لطحين طحين متعدل استعمالات اي نوع طحين فيهن بيشتغل معنا وهلا بدي ضيف السمنة السمنة لازم يكون نص مقدار الطحين تماما فاذا عنكم ميزان انا هون استخدمت تقريبا كاسين نواشيف تقريبا بيطلعوا 250 جرام فلازم يستخدم 125 جرام سمنة السمنة لازم يكون طرية مو سايخة ما لازم يكون مذوبة يعني دايبة لازم يكون بس طرية لحتى قادر اعجنها بعجنها مع العجين بهذا الشكل لحتى تصير عندي عجينة طرية هلا بغطيها ويحفزها بالبرات اقل شين الصاعة هاي اول خطوة بتجهيز المعمون لازم يجهز العجينة متما شفتوه لطحين او النواشيف ضيف فوق منها السمنة السمنة نصف الوزن تماما والافضر سمنة طبعا زبدة ما بتشتغل معنا والزيت ما بيشتغل زيت بيخلي القرص يطلع معنا قاسي وكمان بيجينا اسئلة كتير انه ممكن نستخدم الزبدة هلا الزبدة ممكن نستخدمها ولكن كمان ما بتعطينا النتيجة الصحيحة مية بالمية لانه الزبدة بيجي خليطة بيجي معها الحليب فانا هو بغطي يستخدم السوائل نهائيا فيذلك بس طحين وسمنة افضل شي هلا هاي اول خطوة جهاز العجين لازم اتركها ترتاع وترجع تتماسك العجينة او ترجع تتماسك السمنة الموجودة بالقلبي العجين والمتما تركها لازم استخدم سمنة تكون طرية ولكن ليست مزوبة ما تكون دايبة لانه اذا دايبة صارت تعد من السوائل فتنزع لي الوصفة تماما لازم تكون طيئة لحتى تنعجم معي مع العجين وتعطيني نتيجة صحة او نتيجة صحيحة مية بالمية هيك انتهينا من اول خطوة اخواني هلا مننتقل على تجهيز الحشوة بالنسبة للحشوة اخواني هون اللي هستخدم الحشوة نص كيلو من معجون التمر التمر اللي منزوع منه البزر ومعجون مع بعض والبعض وبيدي ضف لها معلقتين سمنة كمان افضل سمنة ممكن تضيب زبدة ولكن الافضل سمنة سمنة تكون حيواني نكتها طيبة تعطيني النتيجة الصحيحة مية بالمية فهون اللي هدف لها معلقتين سمنة اذا كانت تسمني طعمتها طيبة وحيواني من الانواع الظريفة فما فيها لاعي يستخدم لأي منكيهات اذا حبيتوا بتضيفوهون ما زهر انا ضفت نقطين ثلاثة من المزهر بدي عجنة مع بعض البعض لحتى تطرب معي العجوة تماما والصيب بهذا الشكل هلا بدي اقطعها لكورات هلا هي الطريقة مشان تكون الامور سهلة كثير بتجهيز القرص فأول شي باخد قطعة من الحشوة بفردها على شكل استطواني بهذا الشكل وبدي اقطعها بجيب سكين او كرت او اي او بيدي بيمشي الحاب الرصة بيدي او بقطع بيدي بهذا الشكل متى ما نكون شايفين بالحجم حسب الآلب موجود عندي تقريبا لازم يكون وزنة بين 8 جرام و 10 جرام اذا عنكم ميزان اذا ما فيه ميزان نظريا تقريبا لازم تكون نصف حجم الآلب يعني نصف حجم الآلب حشوة ونصف الحجم الثاني العجين شكلها اخواني بهذا الشكل على شكل كرات متى ما تركوا هاي الخطوات مشان يكون عندي سهل تجهيزة وسهل سهل تشكيل ارسل المعمول ففشكلهم كلهم على شكل كرات بهذا الشكل وبدي يغطيهم واحفظهم تركهم على الجنة ما بفي داعي يحطهم بالبراء ما بديهم يرجعوا يقسوا لازم يكونوا طرايا هلا بهذا الشكل انا جهزت الحشوة وجهزت العجينة بمرحلة الاولى من العجينة الحشوة بحفظها على الجنة متما تلكم ما في داعي يحطها بالبراء ما بديها ترجع تقسها لازم يكون الحشوة طرية وهلا بنتين معكم لمرحلة التانية من تجهيز العجينة هلا العجينة بقى ما طلعتها بالبراء بترجع بتقسها طبعا تتماسك السمنة مع بعضها فبرجع بعجنة واهمشان النقطة كتير مهمة لازم يشتغل بمكان يكون بارد ما لازم يشتغل بالمطبخ مثلا شاعر للغاز وشاعر للفرن لازم تكون لحتى حافظ على برودة العجينة بعجنة لحتى ترجع معي طرية بهذا الشكل متما كون شايفين وهلا بدي جهزها التبليع على طبع حالة اللي هي السوائل عندي هون انا للكمية اللي عندي لازم استخدم خمسين جرام مي يعني ربع كاسة مي باردة تكون مي مترجع افضل او مي باردة تكون باردة كتير وبدي ضفلها كمان ربع كاسة من السكة للي هو خمسين جرام بضفلها السكر ودي ضفلها القطر السكر والقطر بيعطوها لون السكة بيعطيها حلاوة والقطر هون ما لقيت قطر بالضفلها القطر للي هو الشيراء او الشربات قطر خفيف عياره كاستين سكر لكاسة مي بخلطهم مع بعضهم البعض وبضيفهم القطر اخواني هون بيعطيه لون حلو لارص المعمول فلازم ضيفه لحتى يعطيني ارص حلو يطلع مديره حلو ولونه حلو فبضيفهم فوق العجين وهلا هون نقطة كتير كتير مهمة لازم ما اعجن العجينة بلعها تبليع هيا اسمها تبليع شلون تبليع يعني بقصابع بهذا الشكل بقلب العجين تقليب بسيط وخفيف ما بديها ترجع تلحم العجينة مع بعضها وتعطيني عجينة بيتزا او عجينة فطايا بهذا الشكل اخواني بس هيك بقصابعي ولا تاكلوهم هلا العجينة شوي شوي ببلش تشرب الميت بحى هذا عيارها فبس بقلبها وباصابع بضغط عليها لحتى تشرب لاحظوا كيف بلشت تشرب السوائل هلا هيك السوائل بلشت تنشاف العجينة وبلشت تغبهم وبلشت تشربهم هاي هي الطريقة الصحيحة مية بالمية هيك لازم اعجنها او هيك لازم قلبها بهذا الشكل هلا هيك صارت عندي جاهزة العجينة بس ما فيني اشتغل فيها مباشرة لانه بتكون كتير طريقة فبغطيها وبتركها عشر دقائق بمكان بارد اذا الجو عندي بارد بتركها بحارات الجول اللي عندي او بحطها بالبراد عشر دقائق بس مو اكتر لترجع تتماسك ما بديها ترجع تقسى وبهاي المرحلة اخواني ما فيني طويل فيها قبل ما اشتغل فيها يعني هلا هيك بعد ما جهزت العجينة بهذا الشكل لازم ما طول بالشغل يعني ساعة ساعتين او حتى اقل لازم بلش اشتغل فيها ما بديها ترجع تتماسك انا هون العجين بس ضف له سوائل لازم ما اعجنه هاي النقطة كتير مهمة لحتى يطلع معي ارسل المعمون ناجح مية بالمية ما لازم اعجنه فاذا انا حطيتها بالبراد او تركتها لتاني يوم رجعت لحمت مع بعض البعض اتماسكت السمنة بدي ارجع اضطر انه عجنه لحتى تطرى فبتنتزم معي العجين اما قبل ما ضف له السوائل ممكن احفظها العجينة بالفريزة بالمجمد سنة كاملة ما بيصلى شي نهائيا بس طلعها برجع بعجنه وبضف له التبليعة قبل ما ضف له التبليعة فيني احفظها اما ضف له التبليعة ما فيني احفظها لازم اشتغل فيها مباشرة وبالنسبة الخميرة اللي بيحب يضيف خميرة لازم يضيفها مع التبليعة شو وظيفة الخميرة خميرة اذا كانت عندي كميات كبيرة وانا معلم بالمصلحة وبشتغلهم بسرعة فالخميرة بتحافظ على القرص المعمول لفترة طويلة بدون ما ايبات يعني او يصير طعمته انه قرص معمول قديم فاخواني هون الخميرة انا اذ كانت عندي كمية صغيرة مفي داعي يضيفها واذا كنت انا عم بشتغل بالبيت وما ليه سريعه كتير والكمية عندي كبيرة اذا ضفت الخميرة فالخميرة اللي حتتفاعل بيتفاعل بالقرص المعمول بصير العجينة تنفوش فالافضل اخواني ما أنضيف خميرة انا بريقي لازم ما نضيف خميرة واذا ننضيف خميرة لازم بنكون معلمين بالمصلحة سريعين بالشغل لانه الخميرة بتخلي العجينة تنفوش مجرد ما دخلها على الفرن لحينفوش القرص او ل حينتفق القرص يرتفع القرص وتختفي الرسمة هاي اهم سبب اختفاء الرسمة بالفرن فالافضل انا بيراي ما اضيفه خميرة كمية نحن عم نشتغلها كمية قليلة وزا كنا من نشتغل كمية كبيرة كمان بنفس الوقت وكنا بطيئين فلح تتفاعل خميرة مع الوقت وتنزع لي الشغل كله فانا بيراي الافضل ما نضيف خميرة ونشتغلها بهذا الشكل هلا عندي العجينة صارت جاهزة والحشوة صارت جاهزة هلا العجينة بيدي يطعها كمان لكورات بهذا الشكل هلا باخد قطعة من العجين بعد ما تركته يرتاح عشر دقائق وكمان بستعين هون اذا بيلزق معي العجين بستعين بيرشة بسيطة من الطحين بهذا الشكل بيرشة عليها شوية الطحين وبدي افردها على شكل اسطاني كمان اطعها من نفس المبدأ اللي اطعت في الحشبة اللي هي معجون التمر بطعة وكمان بدي يشكلها على شكل كورات هاي الخطوة بشان تكون الامور يعني اسهل بالشغل بعدين بتشكيلها وكون سريع فيها هون لازم تكون فيه سرعة وطبعا الفرن لازم يكون بلش تحميه على درجة حرارة عالي بشكلهم بهذا الشكل على شكل كورات وبجهز كمية كلياتها هيك صارت عندي الحشوة جاهزة والعجينة جاهزة وهي القالب للي بدي استخدمه وهلا بنتقل لاخر خطوة للي هي تشكيل قرص المعموم لحشكركم يا أنا بالقالب للي ما عنده قالب هلا لحشكر كمان قرص بدون قالب كمان بيطلع حلو وممتاز يعني بإذن الله تعالى بستعين برشلة بسيطة من الرطحين حتى ما يلزل القرص بقلب القالب باخد قطعة العجين بهذا الشكل بس بتفردها بالإبهام بإيدي على شكل دائرة باخد قطعة من الحشوة وبسكر عليها ضع زكيف إخواني بهذا الشكل بسكر الحشوة عدايا دائم بعدين بإيدي بتدورها بهذا الشكل بشكلها على شكل كرة حتى تتوزع الحشوة بداخل العجيم بشكل صحيح هلا بضغط عليها ببطن الإيد إخواني بهذا الشكل ببطن الإيد لحتى ما تعتيني تموجات بضغط عليها ضغطة بسيطة وبعدين على السطح بهذا الشكل تطلع معي بكل سهولة رسمتها واضحة 100% هلا باخدها على صينية فرم ما في داعي يكون داهنة ما بيلزل بنسبة الدهن فيه أو بنسبة السمنة فيه عالي الأرص ما فهم ما بيلزل بحضركن ياها باخد قطعة بهذا الشكل بفردها بإيدي بالإبهام بحط الحشوة بقلبها بسكر عليها بعدين بإيدي بكورها بهذا الشكل وبشكلها على شكل كرة وكمان بالأرص ضغطة بسيطة بطن الإيد وبس دقة بسيطة بيطلع معي الأرص ناجح 100% بهذا الشكل بيطلعوا كلهم شكل واحد وإياس واحد هلا بدي حطهم بالفرن بالفرن ما لازم خلي مسافات بيناتهم ما في داعين أنه هون الأرص ما في خميرة ولا لحينفوش ولا حيظل محافظ على الرسمة هلا بالنسبة للشكل الثاني للي بدون آلة كمان نفس المبدأ بفرد العجين وبحط الحشوة بقلبه بشكله على شكل كرة وهلا على سطح الطاولة على الطاولة على سطح العمل بعملها شكل للقاعدة تاخد قاعدة قطعة العجين أو الأرص المعمون وبالشوكة بضغط عليها ضغطة بسيطة حتى تعتيني رسمة على الوجه بهذا الشكل هذه هي الرسمة ممكن نشكلهم بهذا الشكل بدون ما استخدم الآلة هلا لح جاهز الكمية كلياتا بهذا الشكل مثل ما شفتم هلا حنا ننتقل الخطوة الثانية المهمة كتير هي طريقة خفز المعمون كيف ندخل على الفرن أول شيء لحطه بصواني بصفه بصواني متما تركوا ما بترك مسافات كبيرة بيناتهم ما في داعي وما في داعي إدهان الصينية ما بيلزق هذا القرص نهائيا لأنه متما تركوا نسبة السمنة فيه نسبة السمنة فيه عالية هلا تدخلها على الفرن إخواني لازم تكون الصينية باردة القرص بارد إذا كان لقيت المكان اللي عم شغل فيه دافي شوي فالأفضل تدخل الصينية على المجمل أو على البرات تقريبا نصف ساعة لبينما يحمى الفرن يعني ما لازم نحط الصينية على الفرن واشعل الفرن تحت واتركها لحتى يحمى الفرن فهون السمنة اللي حتسيح بقلب القرص وينتزع موديله فالأفضل أنا حافظ على الصواني كلها بمكان بارد بشعل الفرن بشغل الفرن فوقه تحت إذا بيشتغل معي إذا ما بيشتغل فوقه تحت بس تحت بحميه على أعلى درجة حرارة عندي بتركوا أقار شي ربع ساعة شغال لحتى يحمى تماما بعدين بسحب الصواني من البرات وبدخلهم على الفرن على الرف النصاني تقريبا بياخد أربع خمس زقائية بس مو أكتر بس ياخد لون من تحت طفي من تحت وبشغل من فوق أنا حاطت الصينية على الرف النصاني بشكل سريع يعني هو أرس المعمول لازم ما ياخد وقت طويل لحتى ما يشقق بيشقق معي أرس المعمول إذا دخلتوا على الفرن وتركتوا بالفرن فترة طويلة بيعطي تشقق معي تختفي الرسمة وبيصير عندي الأرس قاسي فلازم أرس المعمول يدخل على درجة حرارة عالية هلأ إذا كان الفرن بارد ودخلت الصينية المعمول لحتى تسيح السبنة قبل ما يستوي الأرس فبينتزع موديله هيا كمان هي نقطة مهمة كتيرة وبتختفي الرسمة معنا بالفرن لازم يكون الفرن على أعلى درجة دخل الصينية 3-4 دقائق من تحت كمان دقييتين 3-3 من فوق يعني ماكسيمو 10 دقائق لازم يكون المعمول جاهز بيصحبه وبتركه ما بدأوا فيه نهائيا لحتى يبرود هلأ إذا حبينا نضف له نكهة للمعمول ممكن بس أصحب الصينية من الفرن ضف له إدهان وش المعمول بسمنة تكون سمنة طيبة سمنة حيوانة طيبة لحتى تعطيه نكهة وريحة حلوة للقرص هي اختياري فهذه هي طريقة تحضير أو طريقة خفز المعمول بالفرن ننتهي معكم للفيديو لحظوا كيف أخواني هلأ بعمى جهزت الكمية كلية ورصيتهم بالصينية بهذا الشكل ما تركت مسافات بيناتهم نهائيا هلأ متما تركهم بديدخلهم على الفرن على درجة حرارة عالية على الرف النصاني شغال من تحت بعدين منضط فيه منتحه منشغل من فوق وإذا بيشتغل معنا من تحت ومن فوق منشغل تحت وفوق سواء 4-5 دقائق 10 دقائق لازم يكون عندي القرص بهذا الشكل هلأ هيك طلعت الصينية من الفرن تركتها لحتى برد لاحظوا كيف استواءه ناجح 100% الرسمة ما اختفت نهاية هي أهم شغلة أهم سؤال ما اختفت الرسمة ولا شقة أرسم معمود بالفرن وهذا الأرس اللي شكلناها كمان بالشوكة بدون قالب كمان شكله كتير حلو كمان ناجح 100% لاحظوا كيف رسمات الأرس كلهم ناجحين كلهم استواتهم واحد أخذت بالفرن تقريبا الصينية 7 دقائق أو 8 دقائق تماما ما استعملنا خميرة أنا برأي لا استعملوا خميرة لحتى ما تختفي الرسمة أو إذا كنت استعملوا خميرة لازل يكونوا كتيرا سريعين وما تتركوا العجين نهائيا هذا هو أرسم معمول هلأ حنشوف الحشوة تبعه كمان بالطريقة اللي شكلنا الحشوة على شكل كرات ووزعناها بقلب الأرس فهيك تعطيني توزيع كامل للحشوة على الدائر الدائر بشكل صحيح 100% لاحظوا كيف الحشوة تبعه موزعة على الدائر الدائر معبي الأرس الحشوة معبي الأرس على الكامل بالكامل على الدائر الدائر وهي هي الطريقة الناشحة 100% لتجهيز المعمول هاي هي النتيجة قدامكم نتيجة ناشحة 100% طريقة ناشحة من نسبة للحشوات اللي نحن نزل لكم كمان طريقة معمول بحشوة الفستو وبحشوة الجوز وكمان إن شاء الله بحشوات تانية بس انتوا دعموا لي هذا الفيديو لحت تنزل أكتر وأكتر فيديوهات الحشوة أو العجينة وحدة بس بيختلف معنى الحشوات وطريقة تجهيز الحشوات فأخواني هذا هو الفيديو تبعنا اليوم إن شاء الله أكون جاوبتكم على كل أسئلتكم إذا في أسئلة ما جاوبتكم عليها وحابين تستفسر عنها اكتبوا لي تحت بالتعليقات وأنا بجاوبكم عليها أول بأول إن شاء الله وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب أسفل الفيديو ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس سيصلكم كل شي جديد ولا تنسوني من صالح دعاكم أنا أشرف عادل من مطبخي مطبخ أكلات شامية بحييكم والسلام عليكم